اشتركوا في القناة والعديد من الجهات في القطاع الخاص المبادرة بتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان يعني جلسة العصف الذهني اللي احتضنتها مؤسسة ودعت إليها مؤسسة الضمان الاجتماعي اليوم الهدف منها أن نتحاور مع كل الشركاء كلما وجدنا أن هناك قضية تستحق الحوار والنقاش حولها ندعو الشركاء المعنيين في هذه القضية حتى نتحاور فيما بيننا وبالتالي أن نحاول أن نصل إلى مقاربات وحلول ومعالجات لهذه المشكلة والقضية اليوم قضية السكرتيرات هي القضية الطافية على السطح فيما تعالق بالضمان الاجتماعي وجدنا أنه نسبة كبيرة من العاملات في مجال السكرتيرية في العيادات الطبية الخاصة في عيادات طب الأسنان في الصيدليات أيضا العاملين في الصيدليات في مكاتب المحامين الأساتذ المحامين في مكاتب المهنسين زراعيين أو المهنسين المدنيين أيضا في كل هذه القطاعات وجدنا أنه هناك ربما نسبة قليلة جدا من المشبولات بالضمان الاجتماعي العاملات في هذه المينة معنى ذلك أن هناك نسبة تهرب أو عدم شمول لأسباب عديدة جدا ربما نقص في التوعية ربما تعمد بعدم شمول عدم رغبة من أصحاب العمل عدم وعي العاملات في هذا القطاع فتحورنا في هذه الجلسة بوجود كل الأطراف المعنية من نقباء مهنيين نقباء العمليين المعنيين مؤسسات مجتمع مدني مؤسسات إعلامية ومؤسسات حقوق الإنسان وهيئات نسائية تحورنا ولكل أجمع أن هناك مشكلة تتعلق بقضية الانتهاكات الواقعة على حقوق السكرتيرات العاملات في هذه المكاتب والعيادات وتحديدا مشكلة عدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي فمجرد الإجماع أن هناك مشكلة حتى نقبات المهنية المعنية بالموضوع لم تنفي أن هناك مشكلة إذن عندما نعترف بأن هناك مشكلة وهذه من نتاج الإيجابية لهذه الجلسة معنى ذلك أن هناك واجب على كل هذه الجهات أن تسعى إلى إيجاد الحلول لهذه المشكلة أصبيحي أشار إلى أن أمانة عمان الكبرى لم تتجاوب مع مؤسسة الضمان بتزويدها ببيانات تتعلق بالمنشآت المختلفة والقطاعات الخاصة يعني أنا كما قلت الناس اللي حضروا هذه الجلسة كان في إجماع على أن هناك مشكلة لم تنفي حتى النقبات المهنية وجود هذه المشكلة أنا ذكرت أنه وجدنا مشكلة كبيرة في محاولة الحصول على البيانات المتعلقة بإعداد هذه المكاتب والعيادات يعني إحنا حصلنا مشكورة وزارة الصحة زودتنا بأرقام دقيقة تقول بأنها دقيقة ومحدثة 100% تتعلق بإعداد عيادات طب الأسنان وأعداد الصيدليات العاملة في المملكة والفعالة لكن لم نتمكن من الحصول على بعض البيانات الأخرى وخاصة ما يتعلق بإعداد مكاتب المحامين طلبنا من أمانة عمان لأكثر من مرة ربما مئات الاتصالات حتى نحصل على أرقام دقيقة في هذا الجانب وعدنا لكن مع الأسف لم يتم تزويدنا حتى صباح هذا اليوم بأي بيانات وقلنا لهم أنه لدينا جلسة عصف تهني مهمة جدا سيجلس في هذه الجلسة كل الأطراف المعنيين في موضوع الجلسة اللي هو موضوع السكرتيرات تصلنا أي بيانات أي معلومات مع الأسف حاولنا أيضا نلجأ إلى قاعدة بيانات مؤسسة الضمان حتى نحصل على نسبة المشتركين أو المسجلين من هذه البكاتب والعيادات حصلنا على أرقام أيضا من فروع المؤسسة من واقع الميدان من فروع مؤسسة الضمان لكن كل هذه الأرقام تقريبية هي بنسبة كما قلت نسبة يعني لا تقل ربما مدى صحة عن درجة صحة عن 90% لكن نتمنى أن يكون هناك بالمستقبل قاعدة بيانات أدق وأوضح وأحدث مما لدينا الآن وأوضحت الروابدة بأن أكثر من 15 ألف سكرتيرا في العيادات الطبية والمكاتب الخاصة غالبيتهم غير مشمولات بالضمان محمد الفائز الحقيقة الدولية